اطلع وكلمحافظة حضراموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري اليوم على الانشطة والمشاريع التي تنفذها جمعية البدر النسوية التنموية بمنطقة بوربي مديريات سيون واستمع الوكيل العامري من رئيسة الجمعية والهيئة الإدارية إلى شرح تفصيلي عن رسالة أهداف وإنجازات الجمعية مشيدا بجهودها مشيرا إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الدولية والمحلية في مجال التنمية الريفية والزراعية على حد سواء وأكد العامري اهتمام السلطة المحلية بتعزيز العمل في مجال تنمية المرأة الريفية والمجال الزراعي بشكل عام باعتباره مورد أساسي من موارد التي تستند عليه الدولة والمجتمع لتحقيق الاكتفاد ذاتي